بالتأكيد يا فارس يعني عندنا أخبار كتير تخص النادي الأهلي خاصة وانت يعني في فترة انتقالات شتوية وفي اتجاه مختلف جوه النادي الأهلي أكيد يا أسامة عندنا أمور كتير جدا الأحدث منها هو أن النادي الأهلي بيقدر يأمل حاجة يمكن جمهور النادي الأهلي بقاله كتير كان منتظر أن أنت تبدأ الخطوة دي وهي فكرة أن أنت يكون عندك سكاوتينج تيم تكون عندك منظومة بتبدأ تستقدم فيها لعبين احنا عملين نتكلم على لعبين في السنغال وعلى لعبين في منتخبات مختلفة كلهم بدأوا طبعا من أكاديميات أعتقد وشفنا قبل كده يعني أكاديميات لفرق أوروبية موجودة في إفريقيا يمكن أنا يا جماعة بشوف عشان بس ما بين البعض مفرد في الثقة والأمل والبعض مفرد في الشكل التشاؤمي أو النظرة التشاؤمية أنا بشوف أن أنت ضميت اتنين لعبين خد النظر أنت جبت اتنين لعبين صغار تحت السن حيتم طبعا قدهم السناء الغاني تحت السن أنا بشوف أن ما هو أكبر من فكرة الاتنين لعبين أن أنت بدأت الناس هتيجي تقول أصلي كان ينبغي أن أنت تبدأ بالشكل الفلاني والبعض حيقول لا ده تجربة نجحة جدا أنا بشوف فكرة أن احنا ننتظر ننتظر النتائج ومش النتائج أن الاتنين اللعبين يعملوا إيه أنت عندك أندية أوروبية كبيرة جدا بتروح تجيب لعبين كبار ولاهم تاريخ ولاهم أرقام وما بيوفقوش معاها القصة مش كده قصة أن أنت تكون بدأت خطوة أخارتي فيها كتير جدا وهي أن أنت تبص على المواهب الإفريقية صغيرة السن تبدأ تبص على الأدت فاليو اللي أنت ممكن تعمله للنادي الأهلي بأرقام بسيطة جدا أنا بشوف أن أي تجارب في التاريخ خارج كرة القدم أصلا أي أفكار في التاريخ وصلت بعد كده وتبلورت وأخذت شكلها وأصبحت أفكار قوية جدا كلها بدأت بعضها بدأت بقصصات وراء بعضها بدأت بشوية كده علامات وكتابات ومسودات صغيرة في جانب صفحة كلها بدأت بعضها بتعصر وإخفاقات والشكل اللي ما كانش أفضل المهم يا أسامة انتهت ليه وعشان كده أنت بدأت خطوة هنستنى نشوف أليتها وهنستنى نشوف سمارها وهنستنى نشوف أن أنت بتضيف كمان للخطوة دي ربما ما تكونش هي أفضل ألية دلوقتي ولكن المهم يا أسامة أنت بعد وقت تفضل للألية الأفضل بعض الناس اتعجل فارس وعاوز يحكم على التجربة من خلال سنائي فقط لغير أنا بشوف لا ده هيكون فيه تصرع أنا شايف أنت زي ما قلنا معظم النار من مستصغر الشر أنت بدأت باتنين لعيبة بدأت بموليد صغيرة بدأت بمبالغ مالية قليلة جدا مقارنة باللعيبة الأفرقى حتى اللي احنا بنروح نتعقد معها اللاعب الأفريقي وهو عنده 16 سنة 17 سنة قادر أنه هو خلال سنة سنتين يديك إضافة وقادر أنه يتصعد فريق أول يمكن أنا أتذكر تجربة أحمد فليكس كان جاي 17 سنة في منتصف التسعينات وأصبح أحمد فليكس من العلامات البارزة في محترفي النادي الآلي الخطوة دي يتبعها خطوات إن شاء الله يعني يمكن الكابتن عيني رمزي كان يتكلم بوضوح عن فكرة سفره ومشاهدته المرات مع منتخبات ناشئين وأكاديميات وتم الاستقرار على اختبار خمس لعبين مع النادي الآلي وأنا بسط جدا في كابتن بدر رجب في قطاع الناشئين وعني الحقيقة لأن عيني كابتن رجب واضحة بالنسبة لنا في لعبين حاليا إن ما كانوش في النادي الآلي فهم موجودين في الدوريات أو في الدوري المصري بكسافة يعني هو كهرباء ونتفد وتريزي جي المسميات دي كلها كانت مسميات كابتن بدر رجب فان شاء الله يكون سنائي يقدر يقدم إضافة تقدر تستثمر فيهم مش بالضرورة إن هم يقدموا إضافة للفريق الأول لأ وارد جدا إن انت تقدر من خلال مشاركتهم مع قطاع الناشئين وبعض المرات الودية مع الفريق الأول يتم تسويقهم بمبالغ أعلى وده يديك مساحة أكبر إن انت تختار شريحة أكبر من اللاعبين وتبدأ تغطي مساحات أنت كنت بعيد عنها تماما وهي القرى الأفريقية في مرحلة الصغر ومراحل الناشئين وده الأهم المكسب النهاردة من تسجيل سنائي غاني هو إن انت بدأت إن انت كنادي أهلي حطيت رجلك خلاص إن انت عندك تيم سكاونتنج أكيد أكيد البدايات مش هتكون هي الأكثر نجاحا ولكن ربما يعني تلاقي بداية من هذه البدايات يعني يجر التجربة لمكانة ويختصر خطوات وسنوات كثيرة جدا وده اللي بنأمله إن شاء الله في النادي الآلي فإذا كان البعض شايف أن هناك بعض السلبيات فأنا بقول له لا بص وركز على الإيجابيات وأهم إيجابية إن انت بدأت خطوة مهمة جدا 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 في قرط أفريقيا